جماعير الودادية هم اللي يجهون رسالة باش يكونوا رجال باش ان شاء الله لهم المباراة يكونوا رجال جماعير الوداد لا يحتاجون الى دعوة باش يكونوا حاضرين غاد يكونوا حاضرين وحسب بعض المعلومات اللي استقيتها من بعض الأصدقاء في المستوى السلطات لا يكونوا حاضرين لا يكونوا حاضرين اليوم بعدها مشاء الناس كانوا حاضرين لا يكونوا حاضرين يمكن جماعير الوداد تخيبين كراسة حمارين المهم انا على علم بانه لا يكونوا كتار هناك الإعلام المصري الذي يتسأل ويتخوف فقط منهم بالنسبة لهم لاعبين الوداد الذين يتخوفون منه هو الجماعير الودادية لان الجمهور الوداد تبين ماشي اليوم منذ عشرات السنين ان الجمهور الوداد والذي يرجع بالفارق لا في مباراة الزمالك ولا في مباراة سابقة لدوز الفارق الوداد على المستوى الافريقي ومستوى المحلي أيضا هذا الماتش سوف نساو فيه النتجة أمام الفتح وسوف نساو فيه جميع النتائج السلبية الزناك والأهلي وسنكون بإذن الله حسب التأكيد لعبين الوداد والذي تشارك معنا هذا الحفل الذي ينضمون المستشهر الوداد ان الكل عازم اننا ان شاء الله ما هذا نقول بأننا الربح ينسى غراها سوف نعديه مباراة رجولية ولكن فقط نرضى الاعتبار الذي يمشى مننا في هذا المباراة الاهلي الذي لم نذهب كل شيء في الدينة كيف كان لقبة البطولة والمصير في الدينة وبيننا بأننا مشينا الآسفي ومشينا الآسفي كان لازم أننا نربحه في الآسفي وربحنا هذا هو فريق الوداد منذ الآزل وغاد يبقى هكذا ان شاء الله تعالى الربح هذا المشي الأهلي هذا شيء ما سهلش ولكن مشي مستحيل والمستحيل لم يكن في يوم من الأيام وويدادين